مستخدماً أسلوب أسلافه مكرراً شعاراتهم يطلق محمد شيع السوداني البرنامج الوزاري لحكومته ببنود تشعر كأنها من مدينة فاضلة وليست في العراق الذي دمره حكم الأحزاب التي ينتمي إليها السوداني إصلاحة زراعية واقتصادية وتأمين فرص عمل وتهيئة بنية تحتية قوية وإعادة إعمار المناطق المدمرة وعود من السوداني لا تختلف في محتواها عما وعد به الكاظمي سابقاً تحت مسمى الورقة البيضاء وقبله عادل عبد المهدي في نافذته الإلكترونية والتي وعدت بحكومة التكنقراط وكذلك حيدر العبادي أطلق ذات الوعود حتى رأس الفساد في حزب الدعوى نور المالكي رفع شعارات الإصلاح فإذا بالعراق على ما يرى المشاهد ويسمع السامع من التدهور والإنهيار وما يدل على أن برنامج السوداني بعيد عن أرض الواقع تضمين برنامجه بفقرة الدعوة لانتخابات مبكرة وهذا البند يتناقض مع ما أكد عليه الإطار التنسيقي في أن حكومته ستمتد لدورة برلمانية كاملة تقسيم الوزارات كما في السابق كان على مبدأ المحاصصة الطائفية مع حصر الوزارات السيادية بالكتل النافذة كما أن ترشيح الوزراء اعتمد على الأكثر نفوذاً وليس كفاءةً الهيكلية الوزارية في تفاصيلها الشكلية لم تتعدى النمط القديم للعملية السياسية فكيف بتفاصيلها الدقيقة والمظلة التي تعمل تحتها والمناخ السياسي المشحون بالصراعات الحزبية المستمرة منذ حكومة المالكي حتى حكومة السوداني المتغير الوحيد بالنسبة للشعب العراقي هو الواجهة والاسم بينما يستمر الوضع الكارثي بالإنحدار نحو الأسوأ في ظل تباين واضح المعالم في العراق بين شعب يريد التغيير الشامل وأحزاب تمارس دورها الوظيفي في تدمير حاضر العراق ومستقبله